بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا الكلام عن التوحيد وعظفنا التوحيد وعظفنا نوع التوحيد الثلاثة نعم الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخلط خلود أبدي في النار لا يخرج منها نصر الله عفو السلام وإذا مات نصر الله عفو السلام على الشرك الأصغر معذف لقادر الشرك ثم يدخل الجنة نعم عندنا المحرمات أربعة صغائر وأغلى من الصغائر الكبائر وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر أغلى من الصغائر أغلى من الصغائر نعم إذا هذه المحرمات عندها أربع درجات صغائر كبائر شرك أكبر شرك أصغر لا بد أن نحذر من هذه الأربع أمثلة على الشرك الأكبر الطواب حول القبوب السجود لغير الله أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك الأكبر دعاء غير الله فيما لا يختر عليه إلا الله الدبح لأصحاب القبور والدبح للجنة كذلك النذر لهم نعم استعانة استعاذة استغاثة طلب الشفاعة من الأموات لا يمكن أن يطلب من غير الله أشياء لا أقدر عليها إلا الله هذا هو الشرك الأكبر الشرك الأكبر نعم الثاني أمثلة على الشرك الأصغر الثاني أمثلة على الشرك الأكبر الحلق بغير الله الثاني أمثلة على الشرك الأكبر نعم النظر يجعو الله سبحانه وتعالى سبب على شرك أصغر تصرف الله كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر قال أنا ماشاء الله وشئت وشئت أقول أنا ماشاء الله وشئت فقد يترى أنه الله يمكننا معه الشركات كانت هناك نعم عليه إعتبار قلنا لا بدنا نحذر من الشرك الأكبر والشرك الأسعب هذا يوجد رائع شركة أكبر وشرك يعني شركه لأكبر وكل شرك كنبيавать إذا تاب الإنسان في وقت تقبل في التوبة سواء كانت هذه التوبة من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر تاب الله عليه نعم وقد يكون هذا الشرك شرك خفي لا تدري عنه إلى بعض الناس يرى مثلا أن السرق كبير ونعم هذا صحيح أن السرق كبير نعم لكن هو يحلف بغير الله يظن أن الحلف بغير الله يعني محرم فقط مع أن الحلف بغير الله أكبر من السرقة نعم فلابد قلنا لكم أن نتعلم التوحيد حتى نعمل به ونتعلم الشرك حتى لا نأتي نعم ترجمة نانسي قنقر